اهلا بكم انا معتاز زهاني ودي قناة كتب وسينما فيلم زاير شمال 2019 فيلم طبعا عظيم جدا بابطال قوية عندنا روبيرت دونيرو الباتشينو وجو بيشي وده التعاون السابع ما بين روبيرت دونيرو وجو بيشي والتعاون الرابع ما بين السلاسي بقى روبيرت دونيرو وجو بيشي والمخرج اسكورسيزي ده اطول فيلم اخرجه في مسيرته وطبعا السيناريو بتاعه اللي فاز قبل كده باسكر وترشح لجواز كتير جدا ويمأخوز عن كتاب اسمه في البداية طبعا الفيلم هو ودي مش جديد على هو عمل عدد الافلام قبل كده اللي فيها مأخوزة عن قصص حقيقية والفيلم ده زي ما احنا شايفين اللي هو اه بنحكي بقى وقصته موجودة في الفيلم الشخصية الحقيقية اللي هو كان شغال مع المافيا وقاتل وكده زي ما شوفنا في الفيلم وده الزعيم النقابي بقى المشهور في امريكا في من نتكلم في فترات الستينات والسبعينات اللي هو جيمي هوفا الان بدوره البتشين الفيلم بيبدأ من الخمسينات بيحكي بقى مكان فرانك شيرون لسه بيوصل بالعربيات اللحوم وكده وبيتورط مع الشركة بتاعته في موضوع اللحوم وانه يعني سرق جزء منهم وكده ويخش بقى المحكمة وبيدافع عنه محامي بيعرفه بعد كده لزعيم المافيا اللي موجودة في امريكا وكانت زي ما بتقول عائلات كده بتسيطر على اماكن معينة في الفترات دي والعيلة هنا كان الزعيم بتاعهم بقى اللي هو تعرف عليه فرانك شيرون وشغاله معاه اللي هو راسل اللي كان بيقوم بدور الممثل كبير اللي عايد بعد غياب جو بيشي وهو هنا زعيم حاجة اسمها بينسلفانيا كرايم فاملي بينما جيمي هوفا بقى ده اللي هو البتشينو طبعا ده كان يعني هو زعيم نقابي ولكن فاسد متورط فيه طبعا حاجات بتعامل اصلا مع المافيا يعني نفوض الوابع بيدافع عن حول العمال ومع زالك بتعامل مع المافيا بيرتشي بيحرض علي القتل وبيخلي ناس تقوم له بعملية القتل وهو كلمة الاسم الكتاب اللي هو اأه ا انا اسمع ان انت بتدهن البيوت كان ده زي بتقولي السيم كده كلمة السرية بتدهن البيوت دي يعني ايه بخلص عن ناس يعني انا شغال قاتل فيلم طبعا على اكتر من خطة زمنية يعني اه روبرت دينير و هو بيحكي في الفترة اه الماضية بيحكي عن الماضي وايام ما كان لسه هيخش ويتعرف على العصابة دي او المافيا الايطالية وكمان بيحكي عن اما هو اه كبر يعني فيه تلاتة كده موجودة في الفيلم. المصور هنا التصوير المتميز كان طبعا هو المصور المكسيكي اللي تعاون مع سكورسيزي قبل كده في فيلم وفي فيلم كمان زى وولف فالفيلم يعتبر باختصار هو اعترافات فرانك شيران عن الفترات اللي هو عاشها في حياته واما اشتغل اه قاتل مأجور مع المافيا الايطالية في امريكا في فترة طبعا ايه اه ما قبل الرئيس كندي وما بعده فهو اعترافات بقى بتاعته وازاي هو تسبب في اختفاء اه جيمي هوفا وده هتتكلم عنه في الاخر في فترة يعني او الفقرة بتاعت اللي احنا هنحلق فيها بعض الاحداث هنوه طبعا قابليها والتصوير طبعا كان متميز جدا لو قدنا الفيلم تقليم ما نقدرش نقول حاجة اهل من عشرة من عشرة لان ما فيهوش غلطة ايه الغلطة اهو مش غلطة يعني ايه الحاجة اللي ممكن تكون سلبية شوية المدة طويلة قوي يعني اللي عايزي شوف لسه هشوف فيلم يعني ممكن تاخدوا بريك كده في النص لو ضربت الثلاث ساعت ونص مع بعض حسينها حاجة ده سماعوله فيلم تقيل يعني انما ممكن تتقسمه كده مسلا ايه ساعة ونص بعدين ساعتين يعني تسيب وقت ما بينهم لانه فيلم طويل قوي واحداثه كتير جدا جو بيشي والباتشينو وطبعا روبرت دنيرو تلاتة تمثيل عشرة من عشرة تصوير عشرة من عشرة العربيات بقى والازياء اللي مستخدمة وكل كده طبعا مناسبة للفترة الزمنية دي طبعا برضو تتاخد عشرة من عشرة فيلم كله مفيش ايه غلطات اه الاحداث والسيناريو نفسه كان متميز جدا مفيش ايه حاجة ممكن تتاخد على الفيلم كعيب يعني انه هو انا اقصوا مثلا تمانية او تسعة انا مش لاقي زي ما قلت بالزبط في فيلم الجوكر برضو قيمته عشرة من عشرة انه مش لاقي عيب معين في الفيلم الباتشينو طبعا قال ان هو كان هو بيصور الفيلم وحس ان هو في جو تصوير كده افلام فترة السبعينات حاجة طبعا شهادة كبيرة منه والمنتج كمان بيقول ان هما استخدموا التكنولوجيا في حكاية او ان ان انت ملامح الوش بتتغير عشان يديك انها سن معين لانه زي ما شوفنا مسلا روبرت دنيرو وجو بيشي شوفوا كان وشهم شوية تلاقيه عجوز وتجاعد وكده وشوية تلاقيه في الفترات القديمة وشه كانه صغير في السن بس تخديموا التكنولوجيا بشكل مبهر جدا في الفيلم ده في اخفاء ملامح الوجه او تعديل ملامح الوجه اه كان فيه بعض المشاهد اللي كانت بتطول شوية في الحوار اللي ممكن بعض الناس تشوفوا ان هو مالوش لازمة بس هو ايه دي كده ايه اه يعني افلام سكروسيزي بتلاقيه هو مش مالوش لازمة هو حوار واقعي يعني مثلا زي المشهد بتاع اللي هو ابن هوفا ما كان بيوصلهم وكان فيه سمك المفروض على الكنبة اللي ورا مشهد ده مثلا خد وقت طويل عشان ايش اقول له انت ازاي يعني سايب السمكة دي ورا طب انت ما تعرفش عنوع السمك يعني طرحت ايه ابن السمك وانت مش عارف نوع حوار كده ممكن واحد يقول ايه ده متشيلي عام السبع ده دول من الفيلم ولكن هي دي مدرست سكروسيزي بتلاقي حوارات كتير بين الشخصيات بتزيد المتعة في الفيلم عجبني كمان تمثيل ببنت الصغيرة اه اللي هي كانت في الفيلم ببنت روبرت دنيرو كان كرهاها للشخص الشرير بقى كانت بتكره هجوب اشي كده وتخاف منه وتمثيلها وهي اصلا شخصية اه جميلة في الفيلم وتمثيلها كان متميز اللي هي الطفلة الصغيرة اللي عامة بدورها ولي هي طبعا اه بعد كده فيما بعد يعني هتقاطع والدها وهنتكلم هزين نتكلم براحيتنا شوية في الفيلم فالجزء الجاه يكون في بعض الحرق لاحداث الفيلم زي ما قلنا ان الفيلم احنا قلنا في الاول ما احنا بنحكي بنقول اختفاء الزعيم النقابي جيمي هوفا بس هو مش اختفاء هو على قول اه شيرون اللي هو روبرت دنيرو اللي هو يعتبر القاتل تبع المافيا انه هم بقى ايه اه انه هو قتل دي قصته واعترافه انه هو قتل جيمي هوفا ولكن فيه كلام كتير يتقال عن الموضوع ده والناس كتير قالت اه لا ده جسته في مكان الفلاني يروح يشوفه لأو دي ايه مش هو حتى شيرون نفسه اللي هو روبرت دنيرو قال انا قتلته في البيت في ديترويت راحوا وحققوا دي ايه لا مش هو فايه الموضوع فهو القضية من سمية اختفاء جيمي هوفا مش مقتل جيمي هوفا وبعد كده قالوا انه هو مقتل لانه خلاص اختفى فترة زمنية معينة ولكن هو الموضوع دي ايه هو اللي كان اه يعني شبهة على كلام شيرون طبعا جيمي هوفا كان ما مش عاجبه ان كيني دي هو اللي يمسك امريكا وكان بالفعل اما تحبس بقى في قضايا اه رشوة وقتل والكلام ده وخرج بعفو رئاسي من نيكسون لما خرج هوفا وكان عايز يعني يعود لرئاسة العمل النقابي وبدأ بقى يختلف مع المافيا وجو بيشي وكده طبعا جو بيشي مسكتش وقال راح بقى لشيرون اللي هو روبرت دنيرو وقال له ايه خلاص كده جي وقته والموضوع لازم يتم ونخلص عليه وطبعا روبرت دنيرو بقى ما اه كما هفاع هي عطرافاته يعني مش شرط سيكون دي الحقيقة ولكن كما هي عطرافاته ما هرموش بقى اللي كانت الصداقة اللي بينهم وكان بيزورهم في البيت وبيخرجوا مع بعض وزواجاتهم مع بعض كل ده في الهوى وقتلوا برضو في الاخر فالدم اللي كان في البيت بتاع ديترويد زي ما شيرون على الطرف اللي هو روبرت دنيرو في الفيلم زي ما عطرافه قال هو ده اللي قتلته فيه وكزا الدم ما يطبقش الزعيم النقابي فالقصة مشكوك فيها فيلم احدثه طويل اه ولكن ممتع للي متعودين على جو بقى كازينو جود فيلز وفيلم كمان مش ملوش دعو بسكورتيزي ولكن كان فيلم ممتع مثلا زي من امريكا اللي هو بيجيب لك بقى القصة من ايام كان صغير وشاب وبعدنا ما يعجز بيحكي بقى القصة تحس ان انت عدت في الفيلم وقت طويل انك شايف واحد رحلة عمر قدامك في الفيلم فهو اللي متعود على الاجواء دي قد يراه لبعض ان هو طويل شوية في بعض الملل ولكن لما يعني ايه تشوفه مثلا مرة تانية او كده هتحس ان هو ممتع جدا حوادث القتل اللي كان بيقوم بيها شيرون او روبرت دنيرو يعني في الفيلم كانت سريعة وخاطفة كده واحد معدي هب طلقتين مش يعني محترف بقى يعني واحد بقى يشغل مع المافيا وهيتمان محترف. البتشينو في الخطب بتاعته كان بقى زعيم نقابي وبيخطب بقى في العمال والكلام كان صراحة تمثيله متميز جدا وفيلم ده انا نتوقع له عدد من الاسكرات يمكن هنشوف منهم طبعا في التمثيل والاخراج احتمال برضو طبعا هي منافسة كبيرة فما نعرفش لسه الافلام اللي جاية ومن الافلام العظيمة اللي لسه هتيجي السنة دي حاجة زي مارج ستوري مثلا هنشوف برضو ايه نظامه بالضبط وافلام تانية في منافسة السنة دي قوية فمش نقدر نجزم يعني ان هو ولكن هو طبعا ليه نصيف في النومينيشن زي انا معرفش وهيكسب ايه ولكن اكيد هيترشح لجوايز كتير في الاسكر. فالنقاب اللي كان هو زعيمها جيمي هوفا اللي هو البتشينو كان اسمها برازر هودف تريمسترز او يعني متاعة سائقي الشاحنات طبعا عامل نفسه بقى زعيم النقابي ويدافع عن الحقوق ومش عارف ايه هو اصلا مرتاشي وبيتعاون مع المافيا وحتى اما اختلف مع المافيا مش لانه يعني شريف لانه كانت حبس اصلا في قضايا فسادوات اختلف معهم لاسباب تانية تشوفوها في الفيلم وبعدين تم تصفيته حسب اعتراف شيرا ودي كانت حلقتنا عن الفيلم العظيم طبعا زايرشمان استاهل عشرة من عشرة بجدارة يعني واشوفكم معاك ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلام.